العلاج بالأكسجين العلاج متقدم يساعد في شفاء بعض الحالات المرضية المستعصية عبر جهاز خاص يتم وضع المريض بداخله لوقت محدد ليستنشق من خلاله الأكسجين المضغوط هذا العلاج يقدمه مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية حيث يستقبل الحالات المحولة من الطبيب المختص لمساعدة المريض على التخلص من بعض الأمراض التي يصعب معالجتها بالطرق الروتينية علاج متقدم يطرحه مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية استنشاق الأكسجين النقي تحت ضغط عالي هذا العلاج يعتبر أحد العلاجات لمواجهة الأمراض المستعصية والتي يصعب شفاؤها فهذه التقنية الطبية تعيد للمريض الأمل وتحفز جسده على مقاومة المرض والحصول على صحة جيدة هذا العلاج يتم باستخدام الأكسجين النقي فيه حيث يتنفس المريض الأكسجين النقي بنسبة 100% تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي المعتاد في قرفة الضغط الخاصة ويوفر هذا العلاج العديد من الفوائد للمرضى أبرزها زيادة قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى أعضاء الجسم المصابة وتحفيزه على تشكيل أو عياد موية سقيرة جديدة بالإضافة إلى الفوائد الأخرى فريق متخصص وذو خبرة يقدم جلسات العلاج بالأكسجين المضغوط ويتابع مراحل العلاج بشكل مستمر ودقيق بهدف الوصول إلى نتائج جيدة تستقرق الجاسة الواحدة من ساعة إلى ساعتين ويتم تحديد خطة العلاج تحت عناية الطبيب المتخصص والذي يحدد لبروتوكول العلاجي المناسب كما يتم إجراء الفحوصات الخاصة عن طريق وضع حساسات قياس نسبة الأكسجين عبر الجلد لتقييم كمية الأكسجين وهذه الفحوصات الخاصة مهمة للشفاء تطور مستمر وملحوظ في القطاع الصحي البحريني فهذا العلاج المميز يعتبر من التقنيات المهمة التي تحرص المستشفيات في مملكة البحرين على امتلاكها لتوفيرها للمرضى بجودة عالية وعناية طبية وفق أعلى المعايير الدولية وحدة متطورة للعلاج بالأكسجين المضغوط تقدم خدمتها للمرضى لتساعدهم على شفاء الجروح المستعصية والتي يصعب شفاؤها بالعلاج الروتيني خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين